تطورات عجيبة في قضية سيمي الفهري الموجود في السجن منذ عدة أشهر انشرها وكشفها الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي قناة الحوار التونسي ومحامي سيمي الفهري اليوم اكتب اليوم 23 ديسمبر 2020 تم استدعائي بصورة عاجلة من طرف سيد رئيس الكتبة بمحكمة الاستقناف بتونس مع التأكيد علي وجوب الحضور حالا توجهت للمحكمة فوجدته في انتظاري وأعلمني أنه دعاني ليسلمني استدعاء ونسخة حكم بخصوص قضية سيمي الفهري قلت له لكنكم في إذراب ولا تقبلون بأي استثناء أنتم ترفضون حتى قبول وتضمين مطالب الاستقناف والتعقيب والاعتراف أنتم ترفضون حتى الحضور بالجلسات المستعجلة أو الخاصة بالموقوفين وحتى المسائل الإنسانية في قضايا النفقة والأطفال وحوادث الشغل غير مستثنات من الإذراب فلماذا يكون الاستثناء الوحيد في كامل محاكم الجمهورية قضية سيمي الفهري أجابني الرجل بلهجة المغلوب على أمره اللغالب أستاذ تعليمات حقيقة أنا غير مندهش فقد حدث للفهري أكثر من هذا بكثير ولكن لا أحد يقول لي بعد الآن بأن هذا الملف عادي مثله ومثل بقية الملفات وانشر الأستاذ عبدالعزيز الصيد وثيقة اللي سلم هيلو ورئيس الكتابة وبتبعات تطرع عدة أسئلة ملف وقضية سيمي الفهري كانت تحبوا تعرفوا جديد ما تنسوا اشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بشو سيلكم الفيديو القادم شكرا